أبعاد إقصادية رجل إقصاد عادي هكلمك من منظور ده فني طبعا إقصادي هو أنا مش فاهم يعني الذي يتبنى فكرة الإلغاء علشان ده الاستمرار خراب على الأندية طب تيجي النقش الخراب الحقيقي هو الإلغاء أنت حنجلها لا أنا هقولك بس لا بس أستاذ إبراهيم عشان إيه قبل ما ما تقوم مننا يا جماعة فكرة أنا روحت بابني عمارة اديت عربو أولي اشتريت الأرض وهي عندي أنا تعتبر الأرض ما زالت موجودة اللي هي النشاط الكروي اللي ييجي السنة دي السنة الجاي لكن أنا اديت عربية وناس بنت وناس طلعت بيدور الأولاني وناس تعقدت وبعت شوء أروح أنا هادد العمارة لأن اتضح إن أنا ممكن لو هديتها ممكن أبنيها بعدد أكبر من من الشوء أو ما اكتشف إن أنا مش هقدر حطر إن أنا أبنيها بنفس الطريقة بس من أول السطر بقى نبتدي من جديده لأن اللي فات ده سعر حديد غيلي وسعر إيه فكرة إن أنا ألغي عشان ما أخسرش أنا حقصر لو لغيت بالظفر لأن أنا صرفت على حاجة لازم أوصل لنتيجة فيها عشان أخد بقية الرعاية بتاعتي أولا أنت كده كده ملتزم بالعقود بتاعتك حتى لو هيحصل تخفيض طب ما هو أنت يحصل تخفيض وانت بتكمل بس قالت بقى إن المدرجات الفاضية والمدرجات المليانة ما هي المدرجات الفاضية فيها خساير بس الخسار أكتر من عدم الإزاعة في التلفزيون من عدم بنود الرعاية وتطبيق بنود الرعاية صحيح استمرار نشاط هيقلل الخساير إلغاء النشاط هيبقى أنت اعترفت إن فيه خساير لازم تتحملها وتبتدي من أول السطر هتيجي أول السطر واحدة واحدة بس أخلص كلامي هتيجي تبيع مش هتعرف تجيب الأرقام اللي أنت وصلت لها وتعاقدت عليها ليه؟ لأن كان فيه نشاط متوقف وبتيجي تتعاقد على موسم غامض بشروط غامضة بخساير أنت هتخش في دوامة خساير مادية ما أنتش عارفها الحق والعدل والرياضة ورفعة المستوى ثم الجانب الاقتصادي مع ضرورة استكمال الموسم اللي أنت دفعت جزء كبير من مصاريفه كمله وبعدين ابتدي متأخر هنا بقى نقول نبتدي متأخر ولا نعمل آه نبتدي متأخر هتشوف حمرة الخجل المفقودة في الملف ده بعد شوية طيب مبارح لأستاذ عمر الجنيني كان في ضيافة الزميل العزيز هيف زهر فسأله قال له لا هنرجع إن شاء الله احنا منتظرين الأمور تتحسن وبإذن الله تعالى هنرجع ووضع أنه فيه تنسيق مع وزير الشباب والرياضة طيب الدكتور أشرف صبحي قال للشروق أنه موقف الدوري مسؤولية اللجنة الخماسية ولا نية للإلغاء ثم تحدث أشرف صبحي لصدى البلد عن ظروف النشاط الرياضي المعلقة